أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي ألي الشيخ أنه بدعم وتمكين من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء استقبلت الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023 أكثر من 120 مليون زائر وهو رقم قياسي يأتي تتويجا لدعم ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد حيث نظمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم كما أصدرت 11136 ترخيصا لمختلف الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة الترخيص الجديدة في عام 2019 لتسعة أنشطة ترفيهية ومساندة في حين تم الترخيص لـ 470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة وبين آل الشيخ أن الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8732 ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية لافتا إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم شهدت إقامة بطولة الشطرنج كبيرة وبطولتين لعبة البلوت الكوتشينة وعلى صعيد كرة القدم تمت إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورس وكأس موسم الرياض بين باريس سنجرمان ونجوم الهلال والنصر كما نظمت أيضا بطولة الجمال للخير العربي ولفت رئيس مجلس دارة الهيئة العامة للترفيه لحصول الهيئة على العديد من شهادات جينيتس للأرقام القياسية مما ساهم بخلق عدد كبير جدا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ولله الحمد